وذلك بعد أزمة عطش عرفتها الجزائر السنة الماضية سنتحدث عن كل هذا ما مدى امتلاء السدود عبر أرجاء الوطن ونتحدث أيضا لتحسين قدرة التخزين والتوزيع ما هو المخطط الذي ستعتمده الجزائرية للمياه يحضر معي فيها البلاطو ضيفي الكريمة السيد صلاح الدين شريط المدير المركزي لزبائن بالجزائرية للمياه أهلا بك سيدي مرحبا بك شكرا شكرا على الاستضافة أهلا بك الجزائرية للمياه إذن تعد مخططا محكما لتوزيع المياه تحسب لموسم الاستضاف وذلك بعد أزمة عطش السنة الماضية التي عرفتها الجزائر مخطط محكم لعملية التوزيع عبر الوطن ما هو هذا المخطط شكرا بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسالين أولا وقبل كل شيء بودي أن أذكر بأن الجزائر تقع في منطقة ذات مناخ شبه جاف من العالم حيث عرفت خلال السنوات الأخيرة الفاريطة شوح كبير في نسبة تسقط الأمطار مما أدى إلى نقص هذه المادة وأدى بنا إلى استنزاف كبير للمخزون الموارد المائية التي كان متواجد على مستوى سدودنا وهذا ما أثر على عملية التوزيع اللي عرفناها خصوصا خلال السنة 2021 حاليا الحمد لله بعد الشهرين الأخيرين المولى عز وجل اللحبانة بكمية معتبرة من الأمطار أين تحسن مستوى السدود اللي رأي بلغت حاليا نسبة امتلاء تقدر بـ 44.42% بزيادة تقريبا 10% مقارنة بـ 2021 أين كانت النسبة 34.82% هذه النسبة تختلف من منطقة إلى أخرى حيث أن منطقة الشرقية تعرف سدودها نسبة امتلاء أحسن من المناطق الأخرى بنسبة فاقة 60% بينما المناطق الوسطى والغربية نسبة الامتلاء في حدود 26% وصلت إلى حدود 45% بالنسبة للسدود المتواجدة على منطقة حوض الشلف بالإضافة إلى ذلك فهناك برنامج استعجالي خاص بحفر النقوب الأبار حيث هذا البرنامج يحتمد على حفر أكثر من 700 بئر تم إنجاز 500 لرهي حيز الخدمة والباقي سيتم إدماجها فران الانتهاء من الأشغال على أن تنتهي الأشغال قبل فصل الاستهياف وهناك كذلك برنامج لحفر 1200 بئر هذا على عاتق الولايات حيث تم الانتهاء من حوالي 600 بئر وبالإضافة إلى برنامج محطات تحلية مياه البحر كل هذا يسمح لنا بشأن قولوا باللي رأنا في أريحية قطاع الموارد المائية رأوا في أريحية مقارنة بالسنة الماضية مرجعنا شوين كنا في حالة الحالة التي كنا في قبل حالة الجفاف لكننا في أريحية ونكون أحسن من السنة الماضية جميل ربما سأعود لك بعد هذا الفاصل قصير جدا فاصل إشاري قصير حتى نتحدث عملية التوزيع كيف ستكون خلال هذه المرحلة مقارنة لا نقول للسنة الماضية بل الأيام القليلة الماضية لأنه كان عارف في تذبذل في توزيع المياه في محظم المناطق بمركزي لزبائم الجزارية للمياه سيد الفاضي ربما تحدثت الآن على نسبة ومخزون امتلاء السدود على المستوى الوطني الذي بلغ قرابة أو حوالي 44.42 إلى 52 بيئة المئة عبر الوطن طبيعة الحال لكن نتحدث عن هذا الموسم ونتحدث أيضا عن نقاط ربما في بعض مناطق الوطن التي عرفت تذبذل في التوزيع بالمياه ربما لو تعطينا اليوم كيف ستكون أو ما هو المخطط توزيع المياه خلال هذه الفترة شكرا في الوقت الحالي برنامج التوزيع المعتمد ولا راوساري حاليا على مستوى الجزائرية المياه عندنا 38% من ساكنة الجزائر يتم تموينهم على مدار الساعة و بشكل يومي عندنا 24% من الساكنة يتم تموينهم بشكل يوم على يوماً و 38% يتم تموينهم ثلاثة أيام فما أكثر حقيقة نرجع للنقطة التي تكلمت عليها على التذبذوبات التي حصلت في الفترة الماضية هذه التذبذوبات أغلبها كان نتيجة للأمطار التي سقطت حيث أن الأمطار غزيرة وكمية كبيرة حيث أن الأمطار سقطت وكمية كبيرة تعمية دخلت أين ترتفع نسبة العكورة على مستوى السدود ومحطات معلجة الماء وكذلك على مستوى محطات تصفية مياه البحر هذا مما أدى إلى هذه التذبذوبات والانقطاعات المتكررة في المياه إضافة إلى بعض الانقطاعات الضرفية لمدة قصيرة التي تكون بسبب أشغال الصيانة الدورية التي تبرمج كل سنة هذا فيما يخص التذبذوبات بالنسبة لبرنامج توزيع الذي سيعتمد والذي سيكون خلال فترة الصيف إن شاء الله سيتم تزويد الساكنة بمعدل شكل يومي أو على مدار الساعة بنسبة 47% ننتقل من 38 إلى 47% أما نسبة السكان التي يتم تزويدها في يوم على 2 ستكون في حدود 22% وستنخفض نسبة السكان التي كانت تمون بنسبة يوم على 3 إلى 31% هذا البرنامج الذي نحن بصدد تأطيره والإعداد له كيفاش نوصله لهذا البرنامج من أجل الوصول إلى هذا البرنامج وإن شاء الله نمضي صيف بدون انقطاعات وصيف آمن دارة الجزائرية المياه سطرة البرنامج يمتد على ثلاث محاور المحور الأول هو عملية الصيانة صيانة هياك الإنتاج والتوزيع وكذلك التطهير وتعقيم الخزانات بالإضافة إلى اقتناء المواد الكيميوية وقطع الغيار من أجل أن يكون تدخلات سريعة وفي حالة إذا حدث عطب لا قدر الله يكون تدخل سريع وميكون إنقطاع كبير مدة طويلة المحور الثاني يتمثل في استرجاع المياه المفقودة وهذا فيه نقطتين النقطة الأولى استرجاع المياه المفقودة ماديا ريبات فيزيك وذلك عن طريق محاربة تسربات في هذا الإطار أطلقت الجزائرية المياه أملية كبرى من أجل القضاء على التسربات حيث يتم الاستعانة بالوسائل المتواجدة على مختلف الوحدات إنه يكون العمل تضامني بين مختلف الوحدات النقطة الثانية هي إطلاق حملة تحسيسية في هذا النظام في هذا الجانب المياه المفقودة تجاريا لبات كوميرسيال هذه تكون عادة في التوصيلات الغير شرعية وتكون في الاستهلاك الغير مقنن الماء عن طريق قلب العداد ولا نزع العداد هذا المحور الثاني والمحور الثالث يكون عن طريق إطلاق حملات تحسيسية المحافظة على الماء كل هذه المحاورة الثلاثة هذه اللي برمجناها مكنتنا لحد الآن وستمكننا من استرجاع كمية معتبرة من الماء هذه الكمية سنضخها في الشبكة وتزيد نحسنه بها نسبة التوزيع طبيعة الحال إشكال الواقع أيضا في عدد من ولاية الوطن هي تسربات المياه المعروفة وذلك رجع لقدم القنوات وغيرها يعني أين وصل عما وصلت عملية الإصلاح هذه القنوات التي تتتحرم منها المياه صالحة للشر شكرا حقيقة تسربات المياه تشكل عائق كبير ومشكل عويس بالنسبة للجزائرية المياه وهي من بين أهم الأسباب اللي أدت إلى تذبذب في التوزيع المياه ما يختلكمش باللي تصليح التسرب يطلب مننا ما معدله عشر ألاف دينار لتصليح التسرب الواحد هناك بعض التسربات اللي تطلب أقل من ذلك في حدود الف وخمسمائة حتى الأفين دينار هناك تسربات اللي تطلب مئات الألاف من ضنانير خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بقناة جر ذات قطر كبير يعني معدل تصليح التسرب الواحد في حدود العشر ألاف دينار في هذا الإطار وفي إطار المحاربة كما قلنا على الحملات اللي قامت بها الجزائرية المياه قمنا بتصليح أكثر من 78 ألف تسرب خلال الثلاثي الأول من سنة الجارية بالإضافة إلى أكثر من 290 ألف تسرب التي تم تصليحها خلال سنة 2021 هذا الرقم هو مدعو الارتفاع لأنه مع الحملة اللي اللي طلقناها في إطار تسليح التسربات وفي إطار دعوة المواطنين إلى التبليغ والإبلاغ عن هذه التسربات إن شاء الله هذا الرقم هو قابل للزيادة إن شاء الله وأسباب التسربات هي أسباب كما معروفها أسباب متعددة منها قدم الشبكة في بعض الحالات في بعض الحالات إنهيارات وغيرها إنهيارات في بعض الحالات تدخل بعض المقاولات وعلى بعض الأخرين على مستوى الطرقات ونأدي إلى ترف الشبكة نعم نعم جميل في نقاط مهمة أيضا سنتحدث عنها ألا وهي لما نتحدث نتحدث عن الديون العالقة اليوم بنسبة لشركة الجزائر المياه قبل بلغت اليوم حقيقة مشكلة ديون الجزائر المياه هو مشكل عويس حيث بلغت ديون الجزائر المياه لدى زبائنها أكثر من 66 مليار دينار جزائري أكثر من 68% منها لدى زبائن استهلاك المنزلي هذه الديون عرفت ارتفاع كبير خاصة خلال السنتين الأخيرتين بسبب تفشي جه كورونا وامتنع جل الزبائن عن تسديد فواتيرهم بالإضافة إلى ذلك هناك ديون العالقة في دمت الإدارات العمومية التي تبلغ زهاء 16 مليار دينار أي بنسبة 25% من المبلغ الإجمالي للديون هذا ما يشكل العبء كبير على ميزانية المؤسسة وعلى آدائها للخدمة العمومية علما أنه المبلغ المفوتر للزبائن عمرنا في الجزائر بالمئة عمرها ما فوترت الماء في حد ذاته كمادة نحن نفوتر تسعيرة الخدمة العمومية حتى إذا رجعنا المنصوص القانونية التي تنظم التسعيرة التي تنظم مرسوم التنفيذ 0513 يتحدث على تسعيرة خدمة العمومية للماء والتطهير أي الخدمة التي نقوم من خلالها بإنتاج تحويل نقل تخزين ومعالجة الماء ووصول إلى حنفية المواطن هذا ما ما نفوتر وهو يمثل جزء بسيط من تكلفة الخدمة العمومية نعطيك بعض الأرقام نقول لك بل تكلفة إنتاج المتر للمكعب الواحد تبلغ حاليا عن الجزائري المياه في حدود 68 دينار جزائري للمتر المكعب الواحد بدون احتساب مبلغ الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في القطاع أي تكلفة الانتاج فقط في مقابل ذلك الفوترة في حدود الـ 24 دينار كل الفئات بما فيها فئات الاستعمال المنزلي بما فيها فئات صناعية بما فيها يعني المعدل معدل الفوترة في حدود الـ 24 دينار أي نشوف المبلغ المفوتر لا يغطي إلا حوالي 38% من المبلغ الإجمالي لتكلفة إنتاج المتر المكعب الواحد لذلك وزيد على ذلك فهذا المبلغ المفوتر لا يتم استرجاعه أو تحصيله كليا بسبب عزوف المواطنين عن تسديد مستحقاتهم نذكر بالليل تسديد مستحقات الماء بالإضافة أنه فعل مواطنة فهو يساهم بشكل كبير في تحسين الخدمة العمومية لما تكون الصحة المالية للمؤسسة تكون صحة حسنة تقدر تشري مواد المعالجة في أرياحية تقدر توفر مخزون من المضخات تقدر تتصلح أعطاب أنا ذكرنا فقط في البداية على مبلغ تسليح تسرب لكلف حوالي عشر معدل ما هو عشر يلف دينار مقارنة بأكثر من 73 ألف تسرب تم إصلاحه خلال الثلاثة الأول ولك أخي بلال أن نقوم بعملية حسابية طبيعة الحال سؤال مطروح في هذا الشغل لي تخلف عن تزديد مستحقاته هل يتم قطع اليوم المياه أم لا هل تلجزائرية المياه إلى القطع في الفترة التي مضت لم نكن نقطع الماء خصوصا خلال جائحة الكورونا جميع تفهمنا الوضعية وتحملنا أعباء جد كبيرة قطع المولد المائية بصفة عامة والجزائرية المياه تحملت عبء كبير خلال فترة جائحة الكورونا لكن الحمد لله بعد تعافي الوضع واسترجاع البلد حالته الطبيعية حاليا نرجعنا نقوم بالإجراءات ومنصوص عليها في النظام العام الخدمة العمومية للماء لاسترجاع ديوننا بما فيها القطع لكن أنا أني نقول أنه على مستوى الجزائرية المياه سياسة القطع نخلوها آخر حل آخر حل كما يقال آخر الحلول للكي نوجه إعذارات قبنا بإطلاق حملة تحسيسية من خلالها نوعو المواطن على مدى أهمية دفع مستخقاته لكن إذا لازم الأمر أن نلجأ إلى القطع فستلجأ الشركة مرغمة غير راغبة في هذا الأمر لأنه حتى عملية القطع فهي عملية مكلفة وليست بالسهلة ونحن لا نحب قطع على مسكن ونحن على أبواب فصل الصيف ونحن في سن 2022 يعني سلوك ولو أنه سلوك قانوني 100% إلا أننا لا نحب ونتركه يكون آخر خيار لدينا جميل نعود فقط إلى الجانب التوزيع لمياه لهذا الموسم موسم الاستياف نتحدث على مياه تحليات البحر بطبيعة الحال وتعتمد الجزائر بطبيعة الحال بصفة كبيرة على مياه المحلات من البحر هل كل المصفات المصافي الموجودة على المستوى الجزائر كلها تعمل بنسبة 100% أم لا بالنسبة لتحليات مياه البحر حاليا نسبة استعمال المياه المحلات ومياه البحر تمثل نسبة 17% من الإنتاج الكل للماء وتقريبا المدن الواقع على الساحل المدن الواقع على الساحل هناك البرنامج الخاص بتحليات مياه البحر هناك برنامج الاستعجالي لسنة 2021 2022 خاص بإعد تأهيل أربع محطات لمستوى الجزائر الغرب لإنتاج حوالي 35% من 35 ألف متر مكعب يوميا وراهي حيز الخدمة إنجاز ثلاث محطات جديدة لمستوى الجزائر الشرق لإنتاج معدل 150 ألف متر مكعب يوميا كان محطة الباخرة المحطمة باطوكاسي لدخلة حيز الخدمة وراهي حيز الخدمة عندنا محطة قورسو تدخل نهاية ديسمبر بإذن الله ومحطة المرصة التي تدخل نهاية شهر جويل هذا بالنسبة للبرنامج الاستعجالي هناك كذلك برنامج 2022 2024 الخاص بإنجاز خمس محطات على مستوى الوطني كل محطة بطاقة إنتاجية تقدر ب300 ألف متر مكعب يوميا ليصل مجموعها 1.5 مليون متر مكعب بالإضافة إلى برنامج 2024 و2030 الخاص بإنجاز 6 محطات أخرى كبرى بطاقة إنتاجية 1.8 مليون متر مكعب مقسمة كل محطات تنتج 300 ألف متر مكعب يوميا وبهذا يسبو قطاع المورد المائية أنه نسبة 17% التي تحدثنا عليها في آفاق 2024 توصل لنسبة 42% آفاق 2030 بإذن الله تكون في حدود 60% يكون الاعتماد الكبير على الاعتماد على المورد المياه المحلات بنسبة 60% في هذا الإطار حتى المدن الداخلية في حدود 100 إلى 150 كيلومتر من الساحل سيتم تموينها بالمياه المحلات وهذا حل استراتيجي ارتاءه القطاع لمحاربة هذا النقص للفادح خصوصا في المدن الحيوية طبيعة الحال سنعود لنقاش سيد صلاح الدين شريط بعد هذا الفاصل وسنتحدث هل الجزائر خرجت من مرحلة الخطر أي مرحلة الجفاف التي عاشتها طيلة قرابة ثلاث سنوات إلى أربع سنوات وقلت بأنه هل الجزائر اليوم خرجت من مرحلة الجفاف التي عاشتها طيلة قرابة أربع سنوات كما قلنا في بداية الحوار أنه الحمد لله خلال الشهرين الأخيرين كانت نسبة تساقط معتبرة حبانة بها المولى عز وجل مما أدت إلى ارتفاع في منسوب السدود لكن لم نرجعناش للمنسوب اللي كان عندنا من قبل مسترجعناش للمنسوب الخزان المياه اللي كان عندنا من قبل احنا وش نقدر نقوله حاليا في الوضع الحالي رانا في أريحية مقارنة بالسنة السابقة حاليا ما عندناش هذاك الضغط ولا هذاك المشكلة الأويصة اللي كنا عايشينه خلال فترة 2021 خلال صائفة 2021 مشكلة الحفاظ على المولد هذا مشكلة الجامعة حتى نخرج من هذه الأزمة لازم تضافر جهود الجامعة بدءا بالمواطن في المحافظة على هذا المورد الحيوي جميل ربما أيضا في مخططكم الموضوع خلال هذا الموسم بطبيعة الحال سيكون هناك مخطط من أجل توعية المستهلكين كيف ستقوم اليوم الجزائري المياه لهذا المخطط وكيف ستطبقه على أرض الواقع أيضا شكرا سؤال جد مهم لا لاحظ أخي بلال أنه خلال مدخلة عنار نقول قمنا بحملة تحسيسية قمنا بحملة تحسيسية قمنا بحملة تحسيسية في جميع النقاط إيمانا منه بأهمية العمل التحسيسي والتوعوي بأنه هذا العمل التحسيسي هو الذي سينبه المستهلك والذي سينبه المواطن وحتى نوجه سلوكات المستهلك أطلقنا مجموعة من الحملات التحسيسية والتوعوية على رأسها حملة المحافظة على الماء وحملة عدم التبذير تحت شعار المحافظة على الماء مسؤولية الجامعة من هذه الحملة أطلقناها بمشاركة قطاع شؤون دينية حيث تم خطب الجمعة والدروس على مستوى المساجد الوطني هناك بعض الولايات حتى من قطاع شؤون الدينية والسادة الأئمة سادتنا الأئمة استحسنوا المبادرة قال لك هذه المبادرة ما تكون جمعة واحدة سنتخذها مجموعة من الجمعات ربما تصل حتى الشهر من أجل تغيير من أجل تغيير الفكر لدى المواطن وكذلك لجأنا إلى المدارس من خلال برمجة خرجات ميدانية للتلاميذ وإعداد طروس على مستوى المدارس وذلك حتى نحاول أن نغرس ثقافة الماء لدى الأطفال بالإضافة إلى الإخوة والزملاء في الصحافة الوطنية والجهوية المحلية وكذلك فعاليات المجتمع المدني الجمعيات وغير ذلك بالإضافة إلى وسائط التواصل الاجتماعي هذه الحملة هي حملة كبيرة قمنا بها نهدف من خلالها إلى زرع فكرة المحافظة على هذا المورد النادر وأفضل دليل أنه الشيء الذي عشناه خلال السنة خصوصا السنة الماضية وهنا في هذا المجال نذكر نفسي ونذكر الإخوة المواطنين بالحديث القدوسي المولى عز وجل من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها دون ما أن يشعر فالمحافظة على هذا المورد تدخل في صاميم شكرا نعمة هذه الحملة الأولى الحملة الثانية هي حملة لاسترجاع الديون أو تحصيل الديون تحدى شعار سدد فاتورتك ونحن في خدمتك من خلال هذه الحملة نحن نهدف إلى توضيح إلى المواطن مدى أهمية دفع فاتورة الماء وتأثير المباشر ليكون على الخدمة العمومية حيث كل ما كانت صحة المالية المؤسسة حسنة في أرياحية كل ما كانت هناك خدمة عمومية أحسن وأسرع والحملة الثالثة هي حملة التبليغ والإبلاغ عن التسربات وعن التوصيلات الغير شرعية باعتبار أن هذا الفعل هو فعل مواطنة وهي عبارة عن انتداد للحملة الأولى فإذا بلغنا عن التسرب فنحن نحافظ على الماء إذا بلغنا عن الربط الغير شرعي هذا نفتح قوس من فضلك لا أسمحت لأخي بلال الربط هذا الغير شرعي يشكل خطر كبير لما له من تأثير الأول على نوعية الماء لأنه هذا الربط الغير شرعي هو ربط غير مراقب ويأثر على الشبكة حيث أنه يسمح بدخول مواد غير معروفة للشبكة نوعية يعني تكون خطورة على نوعية الماء الجانب الثاني عنده تأثير تقني كبير على مستوى الماء وعلى برنامج التوزيع لأنه إنجاز أي شبكة يعتمد على دراسة والدراسة كانت خطاك في عين اعتبار عدد الساكينة عدد النوعية القناة وضرتحة إذا زاد توصيل لم يكن في الحسبان فيسي يكون هناك تأثير مباشر على ضغط المياه ويكون هناك تذبذب بالإضافة إلى ذلك التأثير على الصحة المالية المؤسسة وكذلك نحاول أن نوصل الفكرة للمواطنين بأن هذا الفعل هو فعل مجرم حيث أن قانون العقوبات في نص المدى 150 يعاقب على سرقة المياه لهذا نحن نحاول من خلال هذه الحملة إعلام المواطنين يتخلى عن هذه الفكرة هذه الممارسة وهنا إلا سمحت لي نطرح واحد التساؤل أنا ما نشفي مجال تعفت ولست مفتي ولست أهلا لها لكن سؤال واحد فقط الشخص الذي يتوضى بما مسروق أن هو يجاوب أنا لا أستطيع أن نجاوب هنا لنفتي على هذا نرجع نتمنى أن تتغير هذه الدهنيات في هذه الممارسة طبيعة الحال خدمة مقلتكم هو عمل عمل مواطنة بطبيعة الحال إن شاء الله شكرا جزيلا لك سيد صلاح الدين شريط المدير المركزي للزبائن بالجزاري المياه قد تفتنا اليوم من خلال هذا المخطط المرتقى بطبيعة الحال لموسم الاستياف شكرا جزيلا لك إذن امتابعينا الكرام واصلة لأخبارنا و اختار محمد